مجلس الوزراء مبارح أقر حافز توريد إضافي بقيمة 250 جنيه لسعر الأمح علشان يبقى القيمة الإجمالية لتوريد الأمح 1250 جنيه للأردب وده رقم شبه مضاعف مقارنة بالسنة اللي فاتت وبيجي ده تنفيذاً لتوجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي بيدعم الفلاح بيوفر له كمان عائد مغزي عشان يقدر يورد الأمح الموسم ده خلينا نعرف تفاصيل أكتر معانا في الستوديو الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أهلاً وسهلاً بك يا دكتور وصباح الخير عليك صباح الخير فأنا صباح الخير يا دكتور طيب لو جينا قلنا حافز جديد فلوس جديد أي فلوس احنا من المبسط بس ليه المرة دي حافز جديد 250 جنيه ده ممكن يحفز الفلاح ازاي ويقوله ساعدنا في أن انت تورد كمية محترمة من الأمح وسريعاً وما تهضر فيها يعني الأول اسمح لشكر حضراتكم شكراً جزيلاً على هذا اللقاء وطبعاً يعني احنا شايفين الدولة المصرية مهتمية بشكل كبير بتطوير قطاع الزراعة بكل أبعاده بقى طبعاً من ضمن مكونات قطاع الزراعة أو من أهم مكونات قطاع الزراعة هو الفلاح المصري والمزارع المصري والدولة الحقيقة كانت مهتمة في الفترة الأخيرة بتطوير حياة الفلاح المصري والمزارع المصري أنه يحصل على خدمات أفضل يحصل على دخل أفضل وعشان كده شفنا مبادرة حياة كريمة بنشوف مشروعات بيتم تنفذها في ريف مصر وفي قرى مصر من ضمن عوامل التنمية اللي بتحدث هو أن أنا أوفر له سوء العيش أفضل وده اللي بيحصل من خلال رفع السعر التوريد احنا لو بصينا على سعر التوريد احنا تم تحديد سعر التوريد قبل موسم الزراعة بيمكن بشهرين احنا كنا في شهر 9 الماضي تم تحديد السعر بألف جنيه كان سعر استرشادي مقارنة بالسنة اللي قبلها احنا كنا سعر الاسترشادي كان 815 وتم الرفع لـ 880 السنة اللي قبلها الموسم اللي قبله يعني كان 720 فكان واضح جدا أن فيه زيادات بتحدث في الأسعار وكان فيه سعر تحفيزي محطوط علشان نشجع المزارعين على زراعة القمح النهاردة تم إقرار 250 جنيه حافظ إضافي وده كان بناء على تكليف السيد الرئيس عفتاح السيسي خلال لقاءه مع المزارعين طبعا يعني فيه ليه علشان نقرب من السعر العالمي ولا علشان يحفز المزارعين ليه ليه علشان ثلاث حاجات الحاجة الأولى أن أنا بحسن من مستوى معيشة الفلاح وبرفع داخله الحاجة الثانية أنا بساعد على تشجيع المزارعين على التوسع في زراعات القمح مستقبلا الحاجة الثالثة أن أنا كمان بوفر أسمدة مدعمة وبوفر أدوات مدعمة وده بيمثل دعم ليه سكان المناطق الريفية وتحسين معاشته عظيم الكلام ده هيحصل في كل المحافظات يا فاند تمام؟ طبعا بالنسبة للمزارعين في كل المحافظات بطيب هل ظروف الزراع في كل محافظة زي التانية؟ طبعا بالنسبة مثلا للأسمادة أكيد إحنا عشان نحط مبلغ 250 أكيد عملنا دراسة وعرفنا الفدان بيكلف الفلاح قد كذا بيطلع له كام أردب فعملنا دراسة عشان في الآخر استلموا من المزارع ومن الفلاح بـ 1250 مزبوط؟ مزبوط طبعا طيب دعون جدا يعني هو الحقيقة عملية التسعير بتحصل بناء على تنصيق مشترك ما بين أطراف كتير جدا طبعا وزارة الزراعة بتقوم بتحديد التكاليف الزراعية وبتعرضها على الوزارات المعنية الأخرى بعض الوزارات بتبدأ تحدد الأسعار العالمية مفقا لمواقف السعر العالمي والمناقصات اللي بيتم ترحاها وزارات أخرى بتحدد المواقف المالي المتاح ولكن في كل الأحوال بيتم التنصيق ما بين مختلف الجهات المعنية وبيبقى الأولوية الأولى هي لعملية التكاليف اللي بتحملها المزارع المصر هي برضو النظرة الأولى لها الحاجة الثانية إن كمان إحنا مش بس بنسيب المزارع المصر يزرع طبعا زي ما حضر رجل ذكرت أحيانا بيكون فيه تباين لكن إحنا كمان بنعمل حاجة اسمها الخريطة الصنفية علشان نضمن أفضل انتاجية للفلاح في كل منطقة هو بيزرع فيها فعشان كده يفضل محافظ دايما على دخله كمان إحنا بنوفر له تقاوي معتمدة وفقا للخريطة الصنفية دي علشان نضمن أنه هو الفلاح ما يستخدمش كسر من التقاوي القديمة أو من الانتاج بتاعه القديمة وبالتالي ده يضمن له زيادة 2-3 أردب في الفدان فبالتالي ده ينعكس في زيادة دخله وتحسين دخله وتحسين مستوى معاشته وينعكس برضو على الأمح المتورد لنا هو ده الهدف الأساسي أن طبعا أي استثمار في قطاع الزراعة أي استثمار في الفلاح المصري أي استثمار في المزارع المصري هو بنعكس في كل أبعاد الحياة في الدولة المصرية سواء القطاع أو البعد الاقتصادي لأن تحسين مستوى معاشة سكان المناطق الريفية ده واحد من أهم الأولويات احنا بنتكلم في 60% من الشعب المصري تنمية مجتمعية لأن سكان المناطق الريفية دول يعني عاشوا فترات طويلة ما كانوا يحصلوا على خدمات النهاردة الدولة بتخصص جزء كبير جدا من مواردها لتنمية وتطوير حياة سكان المناطق الريفية مجتمعيا كمان تنمية بيئية لأننا كلما بشجع الزراعة وحافظ على استدامة العمليات الزراعية أنا بحافظ على البيئة وبحق الأمن الغذائي اللي هو بيمثل بعد كبير جدا من أبعاد الأمن القوم المصري يمكن كان فيه التصريح لرئيس الوزراء أمبارح أكد فيه أنه يمكن بانتهاء العام السنة دي حيكون فيه دعم ممكن يكون وصل ل95 مليار جنيه لزراعة الخمح طبعا إحنا معناش منع خالص أن ده يروح لدعم المزارع المصري بدل ما يروح فيه الاستيراد فأداء أكيد بيصب فيه مصلحة المزارع ولكن فكرة 95 جنيه دي 95 مليار جنيه رقم كبير جدا بيحصل الدعم ده بقى إزاي؟ أشكاله إيه؟ هي أشكال متعددة جدا إحنا مش بس دعم في زيادة السعر المخصص لشراء الأمح إنما كمان إحنا بنتكلم على زي ما قلت لحضرك من شوية موضوع توفير التقاوي إحنا كنا بننتج يعني من سنة أو سنتين فاتوا كنا بننتج 20 ألف طن تقاوي النهاردة إحنا بننتج أكتر من 128 ألف طن فده يوضح حد إيه فيه استثمار كبير بيحدث في هذا الإطار عشان يوفره المزارع بسعر مناسب ويقدر أنه يزرع الحاجة الثانية سعر السماد أو التوفير الأسمادة إحنا كل فدان بيزرع عمح بيتم صرف اسماد له وبيتم صرفه بسعر الحياة مناسب جدا بيعيد بقى عن الأسعار العالمية اللي بتوصل لأكتر من ألف دولار في بعض الأحيان ولكن ده موجود ومتاح للمزارع المصري بسعر 4500 جنيه ففرق كبير جدا في السعر بتتحمله الدولة المصرية علشان ندعم الفلاح ونساعده الحاجة الثالثة إحنا مش بس دعم مباشر بياخدوا الفلاح سوى خلال التقاوي أو المستلزمات إنما كمان إحنا لما بنستنبط صنف جديد بيدي إنتاج أعلى وده دعم غير مباشر للفلاح وده بيحتاج بحث علمي جدا ومجهود علشان نقدر لهذه نقدر نوصل لهذه السلالة أو هذا الصنف اللي يساعد الفلاح على مقاومة الأفات أو تعظيم إنتاجه دي نقطة مهمة جدا كمان بنرأي درجات الحرارة في كل محافظة فبالتالي في صنف يناسب مثلا صعيد مصر لا يناسب الدلتا آه دي حقيقة وعشان كده احنا بنعمل خارطة صنفية لأن الخارطة الصنفية دي بتبقى هدفها إن أنا أطلع أصناف جديدة الأصناف دي بقسها من كذا بعد البعد الأول هو قدرتها على زيادة الإنتاج هتزاود الإنتاج قد إليه الفلاح البعد الثاني قدرتها على مقاومة الأمراض المختلفة وبالتالي دي كمان بتبقى بعد الحاجة الثالثة قدرتها على تحمل بعض الظروف الجوية أو المناخية في مصر فبالتالي أنا بنشوف التوقعات الأرصاد أو التوقعات الجواية بتقول إيه مثلا في المنطقة أو المحافظة الفلانية والمنطقة الفلانية ونبدأ نقسم المناطق ونبدأ نحدد كل صنف أنسب منطقة زرعة فيه إيه عشان أضمن إننا نوصل لمتوسط عادل في الإنتاج أو متوسط مناسب في الإنتاج الحقيقة إحنا كنا من عشر سنين أو أكتر شوية كنا بنتكلم في عشر أرداب بالفدان النهاردة إحنا بنتكلم في 18 و 20 أرداب وفي المزارعين اللي بيطبقوا توصيات بتاعتنا وبيلتزموا وبيجتهدوا وبيحاولوا يشتغلوا أكتر بيوصلوا لـ 25 و 26 وأحيانا 30 أرداب بالفدان ده معنى إيه؟ معنى زيادة دخل الفلح زيادة إنتاجيتنا تحقيق نسبة أكبر من الإنتاج في نفس المساحة وكمان فرصة للتوسع في مناطق أخرى خلينا نقول بقى التوريد متوقع أن الموسم يبتدي يعني من أول فبراير قريب يعني أيام قليلة بالفعل الفلحين بتادوا يستعدوا بنشجع الناس أنها هتورد بسرعة إزاي ومن غير هادر إزاي نعرف بقى الشوان طبعا ضيعت يعني الهادر الكتير اللي كان بيحصل دلوقتي بقت بتقدر تحافظ كتير لكن الهادر اللي ممكن يحصل وقت التوريد أصلا ده حنتعامل معه إزاي؟ يعني خلينا أقول لحضرات بمناسبة الهادر احنا كنا الأول ممكن قبل 2014 كنا عندنا حاجة اسمها الشوان الطرابية فكان الفلح بيحط الأمح في شوان طرابية ويتوزن هذا الأمح وكانت الطاقة الاستعابيلة هذه الشوان الطرابية لا تتجاوز مليون مليون ونص طن لتغزين الأمح في الفترة الأخيرة احنا الدولة اهتمت بفكرة إنشاء الصوامع وإن يبقى عندنا صوامع لتغزين الأمح النهاردة بقت قدرتنا التغزينية السنة اللي فاتت احنا بخزينها 4.2 مليون طن أمح من الفلحين فده رقم كبير جدا وتفرق كبيرة جدا ونقدر نزيد كمان في الفترة المقبلة الحاجة التانية إن عملية التداول الدولة بقت بتحط نقط قريبة وبقى فيه زيادة في عدد نقط التجميع اللي موجودة وبالتالي الفلح ما بيتعبش علشان يروح يود الأمح الحاجة التالتة إن احنا كمان بنقوم بمساعدة الفلح في عملية الحصاد والجامعة وبنوفر معدات الميكانة في معظم المديرات الزراعة وفي كل تقريبا مديرات الزراعة متوفر فيها معدات الحصاد والأدوات اللازمة لذلك وإن شاء الله يعني نبدأ موسم الحصاد هنبدأ نشوف بشاير بدء من شهر فبراير إن شاء الله مع شهر إبريل يبدأ يوصل الانتاج لشكل أفضل بإذن الله إن شاء الله من النظم المتبعة واللي بتتبع وزارة الزراعة خلال الفترة اللي فاتت الزراعات التعقدي والأمح من المحاصيل اللي فعلا الوزارة بتكسف فيه مجهود كبير جدا في هذه النقطة تحديدا مش هتكلم مع كبار المزارعين لأن ده سهل أن أنت تقعد وتتفاوض مع مالك نعم صغار المزارعين الرجل يدوب اللي حلته فدان يدوب إنتاجه هيكون كام أردب إزاي بنا تواصل معايا وهل في طرق لجذب هذا المزارع إنه يورد لنا المحصول بتاعه وبما إنه محصول صغير لأن احنا لو قلنا إن الرجل ده عنده 3 أردب مع الرجل ده عنده 2 مع الرجل ده أهبا عملت 10 أردب فبالتالي أنا قدرت توصل للي أنا محتاجه وابتديت أقلل من الاستيراد يعني هي ده المنهجية اللي أمت على فكرة الزراعة التعقدية يمكن فيه قانون صدر لزراعة التعقدية مؤخرا وده يعني يساعد فيه تنظيم عملية التداول للمحاصيل المختلفة وكمان احنا صدرت لحة تنفيذية لهذا القانون وبمجب صدور القانون واللحة التنفيذية بقى فيه تفعيل لحاجة اسمها مركز الزراعة التعقدية وده بتعتبر مركز وسيط يربط بين المنتج والمستهلك أو في الحالة دي اللي هو الفلاح والشركة أو الجهة المسوقة اللي هتاخد منه الانتاج احنا شفنا منظومة الزراعة التعقدية تم تطبق في العديد من المحاصيل الحقيقة مش الأمح بس يعني الأمح ده واحد من هذه المحاصيل لما كمان بنجر السكر أصب السكر دخلنا عباد الشمس دخلنا فول السوية دخلنا العديد من الأصناف اللي تقدر تخدم الفلاح وتساعد على زراعة المحاصيل الاستراتيجية هذه المنظومة بتبدأ نعمل عملية تواصل وربط مباشر من خلال بالجمعات الزراعية ومن خلال مركز زراعات التعقدية في تنفيذ عقود مسبقة في منظومة الأمح الدولة بتخش كمشتري في منظومة العباد الشمس الدولة بتخش كمشتري في منظومة السوية الدولة بتخش كمشتري كمان في توجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء إن كمان يكون الدورة يخش في الزراعة التعقدية في المصم المقبل فأكيد دي كمان تفعيل لدور الزراعة التعقدية وده يضمن للفلاح سعر عادل يبيع به وإحنا بنحدد سعر قبل ما الفلاح يزرع لشه الفلاح يقدر يحسب تكاليفه ويقدر يحسب كل المتغيرات اللي قدامه وبالتالي يعرف هو الزرع دي هتحقق له مكسب قد إيه والفلاح زاكي الحياة عندنا في مصر ومن أمهر الفلاحين بدل إن احنا بنزرع مراتين وثلاثة أحيانا في السنة على عكس عديد من دول العالم فده شطارة من الفلاح المصر ومجهود كبير من الفلاح والمزارع المصر لما المحصول يبقى مجزي ولما الفلاح ياخد فلوس كويسة تديله مستوى معيشي محترم هتحمسه إنه هو يزرع مرة واثنين وثلاثة ويكرر تاني نفس المحصول ما غير ما يتعب الأرض طبعا أنا عارف أنه بيبقى فيه فترات ما بين الزرع والزرع ولكن أنا بتكلم في نقطة إنه كده حيبقى اكتسب خبرة ويقدر يستثمرها أكتر في الزراع اللي بعدها في نفس المحصول وده اللي بتحاولوا تعملوا مع القمح بالزبط يعني وإحنا الشغل اللي بيحصل في تنمية القرية المصرية ده بيعني عكس بشكل مباشر في كل الزراعات طبعا زراعة القمح واحدة من ضمن هذه الزراعات إن الفلاحي بقى متشجع بنزرع المحاصيل الاستراتيجية اللي احنا محتاجنا اللي حطنا لها أولوية وإحنا ليه بنعمل زراعة تعقودية عشان نحط للمفلاح سعر تحفيزي أشجعه لزراعة هذه الأصناف عشان لو كان فيه أصناف أكثر ربحية بالنسبة له فلا إحنا مهتمين بهذه الأصناف عشان كده بنحط لها منظومة زراعة تعقودية وبنعمل لها سعر شيرة مسبق ويكون تحفيزي وده اللي حصل في الأمح ده اللي شفناه في فولوسوية ده اللي شفناه في الدورة ده اللي شفناه في العديد من المحاصيل عشان نتوسع فيها بدل ما بنكون عندنا نسبة أقل من الاكتفاءة ذاتي لا نوصل للنسبة أعلى وده مخططات الدولة المصرية الحقيقة خصوصاً نحن عملنا طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة في العديد من المنتجات والمحاصيل والسلع الزراعية يعني هنلاقي الخضر الحمد لله احنا عندنا فيها اكتفاءة ذاتي الفواكه تقريباً عندنا فيها اكتفاءة ذاتي وبنصدر من الخضر والفواكه ونسب كبيرة ويمكن وصلنا 6.5 مليون طن خلال العام الماضي كمان الدواجن بدل مائدة والعديد والعديد من الأصناف فيه باقي شوية حاجات احنا بنشتغل عليهم عشان نبدأ نتورهم وده اللي هيحصل لفترة المقبلة إن شاء الله عظيم اهتمام الوزارة بأنها يكون موجودة وقت التسليم موجودة في الصوامح هيكون فيه رقابة ويكون فيه إشراف لتسهيل عملية التسليم وتوريد الأمح وبرضو أرجع مرة تانية لصغار المزارعين لأن الراجل الكبير اللي زارع حطة أرض كبيرة هياخد رقم كبير فبالتالي بالنسباله أو هياخد مبلغ كبير فبالنسباله الموضوع هيصبر شوي أما المزارع الصغار ممكن يزهق ويمشي مثلا لو إحنا عقدنا الدنيا أو صعبنا الدنيا فهلا يكون فيه إشراف المتابعة من الوزارة؟ طبعا فيه تواصل مستمر ما بين مش بس وزارة الزراعة كمان وزارة التموين بنقوم بالتنسيق المتواصل والتنسيق مستمر علشان نضمن الجزئية دي وعشان نضمن لأن الفلاح الصغير هو وقود التنمية في القطاع الزراعي والدولة تنظر إليه باهتمام كبير جدا وبيتوفر له كل أسليب اللي تساعده على نجاح زراعته عشان يضمن أفضل تطوير ممكن للقطعة الأرض الموجودة عنده أو المملوكة ليه العملية التوريد دي بيتم فيها تنسيق مستمر ما بين مختلف الجهات ومتابعة جهاز الهائة العامة لسلامة الغذاء وزارة التموين وزارة الزراعة الجامعات الزراعية كل الأطراف الحالة بتخش عشان نضمن سلاسة عملية التوريد نضمن كمان حصول الفلاح على مستحقاته ممكن نحن بتكلم في خلال 48 ساعة كنا العام الماضي بنصرف للفلاح خلال 48 ساعة كل مستحقاته إن شاء الله أكيد هيكون دا موجود هذا العام ويكون دايما فيه تنسيق مستمر علشان نضمن سرعة وسهولة عملية التسليم للفلاح الفلاح بيجي يطلب نوع تقوي معين ولا الوزارة بتقوله إحنا السنين دي هنعمل كذا وزارة البحث العلمي سواء بقى مراكز البحوث الزراعية المختلفة أو بحوث الصحراء أو كليات الزراع المختلفة ولكن دا بيطلع طبعا يعني حبات جديدة وتقوي جديدة الوزارة هي اللي بتختار ولا المزارعي يقول أنا عايز التقوي الفلاح يعني هو وفقا للخريطة الصنفية ووفقا للمدى تحمل كل صنف أو كل سلالة من اللي بيتم استنبطها بنقوم بتحديد المناطق اللي يمكن زرعتها فيها وبنحط مجموعة من البدايل وفقا للمتاح يعني اللي يجود في هذه المنطقة وبنبدأ نزود في أو نكسف تواجد هذه التقوي في المديرات الزراع وجات تبع عليها فيها كل منطقة فبالتالي الفلاح لما يروح ياخد بيبقى شايف قدامه البدايل المناسبة لأرضه فتساعده على تعظيم انتاجيته وإحنا الحياة في نجزئية تطوير السلالات إحنا كمان مش بس نشتغل على تطوير السلالة وتطوير البحث العلمي التطبيق يبدأ من أملوياتنا والحياة ووزارة الزراع لديها جناحين مركز البحث الزراعية ومركز بحث صحرة جناحين كبار جدا بيشتغلوا على هذا الأمر إنما كمان احنا بنقوم بعمل حملات إرشادية وزيارات مزارع حقلية ومدارس توعوية رجعتوا لحقول الإرشادية تاني؟ آه بالضبط إحنا بنعمل عليها شغل كبير لأن دي من الحاجات اللي بتساعدنا أن ننشر الأصناف جديدة مش بس أصناف إنما كمان نظم مزرعية جديدة زنزم مزرع على المساطب مثلا اللي احنا قمنا بتطبيقه في الفترة الأخيرة وده يمكن أسبق كفاءة في مواجهة التغارات المناخية وفي تعظيم إنتاجية الفلاح المصر طيب نطمن إن إحنا استهلاكنا 22 مليون صح؟ 22 مليون طن من الأمح سنويا على ما أتذكر إن الموسم اللي فات كنا وصلنا للإنتاج عشر أو أكتر شوية بالضبط هل متوقع إن الموسم الجديد ده يكون فيه مساحات زيادة منزرعة من الأمح إحنا حرسين دايما على التوسع الأفق والتوسع الرأسي في الرقعة الزراعية يمكن شوفنا مشروعات كبيرة جدا في ذاتها الدولة المصرية والستثمارات كبيرة عشان نزرع أراضي جديدة كمان إحنا بنقوم باستنباط أصناف جديدة وبندخل أصناف جديدة في عملية الزراعة إن شاء الله ده كله كله مردود إيجابي في زيادة مساحة منزرعة كمان تحفيز المزارع بوضع سعر تحفيزي قبل عملية الزراعة ده كان أمر مهم جدا وأمر تحفيز الفلاح عشان يبدأ يتوسع في زراعة الأمح كمان الحافز اللي تم وضعه من الدولة المصرية أو من القادة السياسية الحقيقة في الفترة الأخيرة اللي هو 250 جنيه ده أكيد هيكون برضو تحفيز كبير للفلاحين مستقبلا للتوسع في زراعة الأمح وحاليا لتوريد كميات أكبر من الأمح وسرعة التوريد كمان للصوامع المصرية الحاجة الأخيرة بس اللي عايز أقولها إن عملية الأمح السنة اللي فاتت إحنا كنا عمليين موسم استثناء إحنا كنا زرعين السنة اللي فاتت 3.659.000 فدان وده كان رقم كبير جدا يعتبر رقم استثنائي وردنا لأول مرة تقريبا نتم توريد أكتر من 4.2 مليون طن من الأمح للصوامع المصرية فدي طفرة كبيرة حصلت السنة اللي فاتت وإن شاء الله السنة دي هيكون فيه مزيد من التطور فيها العملية الإنتاجية إن شاء الله نتعشم خير وإن شاء الله يكون موسم حصد حلو وكله خير زي ما احنا متعودين إن شاء الله ربنا يكرمنا فيه كل شكرا لك دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراع نورتنا مشاركة شكرا جزيلا شكرا جزيلا